ده تخبرنا المتنوع من عند الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي واللي قرر إقامة معصقر مغلق لفريقه بالأسكندرية قبل مواجهة فاركو يوم الأربع المقبل باستاد الإسكندرية في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز نادي الإسماعيلي بيبحث عن أولى انتصاراته خلال بطولة الدوري الممتاز جهاز الإداري لفريق طلاقع الجيش قرر خوض مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الحد اللي جاي ده طبعا في إطار استعدادات الفريق لبطولة الدوري الممتاز فريق طلاقع الجيش دخل معصقر مغلق يوم السبت اللي فات وخاض ودية مع الداخلية انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف تعالوا نروح لي نجمينة المصري طبعا المحترف ضمن صفوف ناديا ليفربول الإنجليزي محمد صلاح واللي أعرب عن سعاداته بعدما توجه بجايزة جلوب سوكر 2022 بتصويت الجماهير لأفضل لاعب في العالم وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على انستجرام من الرائع أن أتواجد في دبي مرة أخرى في هذه الليلة المميزة شكرا لكل شخص صوت لي وطبعا بيقود نجمينة محمد صلاح المنتخب الوطني فيه اختبار مهم جدا وصعب أمام نظيره بلجيكا والتي بتقام في وقتنا الحالي بدولة القويت وطبعا دلوقتي الديئة 79 والحمد لله طبعا منتخبنا الوطني منتصر على بلجيكا 2-0 احنا منتظرين طبعا 2-1 2-1 ان كنت لحد ما دخلت الهواء كانت 2-0 2-1 ولكن ان شاء الله نقدر احنا نكسب المباراة ومعندش مشكلة هتفضل لحد كده زي ما قال الكابتن وليد صلاح عبداللطيف هي مش مهم النتيجة يا مباراة ودية ولكن مهم جدا احنا نقدم عرض كويس مهم جدا تختبر نفسك في هذه المباراة اعتبر اختبار حقيقي طبعا لي منتخبنا الوطني وانا شايفة بصراحة يعني من وقت ما دخلت الهواء الساعة 6 وانا شايفة ان احنا كنا مقدمين مستوى جيد جدا او مدخلت كان مصطفى محمد قدر ان هو يحرز هدف بعد كده وانا على هو عرفت كمان ان تريسي جي من الساست من صلاح قدر ان هو يحرز الهدف الثاني تعالوا نروح بقى لي المنتخب الكاميروني واللي انهى استعداداته لخوض منديال قطر بالتعادل مع بانما نتيجة واحد واحد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ظهر اليوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد في الامارات قبل التوجه للدوحة للمشاركة في نهايات كاس العالم وكانت هذه اخر مباراة ودية بياخدها منتخب الكاميرون قبل مشاركته في كاس العالم ضمن المجموعة السبع والبتضم البرزيل ويس هاربيا وسويسرا تقارير صحفية المانية كشفت ان النجمة السنغالي ساعة جمالية قد يغيب لفترة تصل لثلاث شهور بعد اجرائه جراحة في الساق حرمته من المشاركة في منديال قطر عشرين اثنين وعشرين وذكرت صحيفة بلد الألمانية ان النجمة السنغالي يحتاج ثلاث أشهر للتعافي من ألام العملية الجراحية ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات منتخب بلجيكا جاء في صدارة قيمة المنتخبات الأعلى من ناحية القيمة التسويقية في المجموعة السادسة من بطولة كاس العالم مجموعة اللي بتضم منتخبات بلجيكا كرواتيا والمغرب وكمان كندا وجاءت القيمة التسويقية للمنتخبات الأربعة كالتالي منتخب بلجيكا خمسمية تلاتة وستين فاصل عشرين مليون يورو منتخب كرواتيا تلتمية تمانية وسبعين مليون يورو منتخب المغرب 251.60 يورو منتخب كندا 187.60 مليون يورو